خلينا بقى نبدأ ونروح طبعا بداية لإمبارح ومباراة الجونة في الدوري العام والفوز اللي احنا حققناه ولعب حلو يعني انت برضو شفت مش بس فوز او نتيجة حلو انت شفت لعب حلو جدا طبعا فوزنا بهدفين هدف رامي ربيعة وعلي معلول وخدنا الحمد لله طلت نقاط غالية جدا بس اكيد مش هنا الموضوع خلص احنا لسه عايزين كل اللي جاي بقى لان هدفنا اكيد اكيد هقول كمان مرة اكيد استعادة لقب الدوري يعني ما بقاش فيه مجال او ما بقاش فيه رفاهية ابدا ان انت تقول يعني لو الدوري راح مش مشكلة عندنا لسه بطولات تانية لا ما عندناش بطولات تانية احنا عايزين الدوري بإذن الله الدوري يكون اهلاوي زي ما احنا متعودين والوقت ده زي ما احنا بنتكلم برضو بالنسبة لنا وبالنسبة لكل اهلاوي يعني بيحب فريقه بجد هو وقت الدعم زي ما احنا عارفين كده وزي ما كل الناس بتطلب وزي ما بنشوفه بنقرأ احنا عايزين الدعم الفترة دي واكيد جمهور الاهلي برضو مبارح احنا شفنا هذا المشهد الرائع هو بيشجع التسعين دقيقة رغم طبعا الدفاعي الرهيب اللي كان بيلعب بيه كابتن طلعت يوسف طبعا المداري بالجونة الى ان الاهلي فعلا قدر يزبط بالاسرار وبدعم الجماهير وحطه مئتين خط تحت دعم الجماهير استعن هو يحرز الاهداف ويحصد تلات نقاط الغاليين ولسه اكيد عندنا يعني الدوري ان شاء الله يكون في الملعب مش عايزين نبص بقى على اي منافس ونقول لو المنافس عمل احنا هيحصل مناش دعو احنا عايزين نركز اننا ما نخسرش ولا نقطة باذن الله في المطشات ابدا اللي جاية فبالتوفيق للفريق بتاعنا الغالي بالتوفيق يا اهلي يا رب كل لعب كده يبقى على قد المسئولية لان احنا نرجع نقول تاني احنا عايزين الدوري الدوري مكانه مع الاهلي باذن الله خير يا رب وبرضو هرجع عشان الواحد يبقى بيتكلم بالشفافية الفترة اللي احنا فيها دي برضو فترة صعبة لسه عندنا دوري ولسه وكاس وسوبر وغيره هنبدأ منافسات افريقيا كمان قريب وصعوبة الفترة دي خليه يقول لحضراتكم بسبب طبعا الحالة البدنية اللي وصل لها كل لعبة الاهلي في الموسم الحالي يعني حاجة صعبة جدا عندك اصابة كمان محمد شريف وماتش الزمالك ومبار حمر السلية خرج وهو مصاب يعني اللعيبة استهلكت اللعيبة مش قادرة من ضغط وتلاحم المباريات سواء نتكلم هنا يعني محلية او حتى يعني لعبة الاهلي كمان الدولية يعني من الموسم قبل اللي فاتوا الكلام ده انت عمال تلعب بدون راحة مفيش كده في العالم يعني هنتكلم بصراحة مفيش كده في العالم غير في مصر احنا عندنا اكبر عدد من الاصابات في مصر فلا موضوع غريب جدا بس على كل حال احنا اتعودنا من جماهرنا ونركز في اللي جاي ده ارجوكو احنا اتعودنا من جماهرنا والفريق اتعود مننا دايما الدعم عشان كده انا هرجع وقول احنا بننتظر من اللاعبين يعني برضو المصالحة زي ما بتقال كده العملية بالفوز بقى بلقب الدوري حنفضل نقول الدوري 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 وحنزن لغاية لما يرجعت مرة تانية لما كانه الطبيعي لان هو ده المكان اللي احنا نعرفه ومش عيب ومش كارسة ابدا برضو معلش كده لو تقبلوا كلامي ان احنا نخسر ماتش او بطولة مش مشكلة لكن الازمة ان انت يعني ما تبقاش بقى اهمك على المكسب بعد كده او ان انت تبص للمكسب بعد كده او انت تعود للخسارة اللي حصلت بعد كده هي دي النقطة اللي في غاية الاهمية اعتقد جدا